السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الفيديو الجديد اليوم سوف نشوف فيه مع بعدياتنا طريقة عمل راندة سبولة مع راندة اللواية المهم في الفيديو السابق لقبل من هذا كنت قلت لكم باللي سوف نوضع مجموعة ديالفيديوهات كاملين فيهم راندة سبولة ولكن مع بعض الاضافات في كل فيديو المهم هنا خدمت راندة سبولة على خمسة ديالغرزات بطبيعة الحال كتدري ربعه ديال الدربات على التوب الفوق وربعه ديال الدربات على التوب التحت ومن بعد هاد جوج ديالغرزات ودابه غد نبدأ راندة سبولة المهم من الافضل اللي غتخدمه اول مره ترجع الفيديو السابق فيه الشرح بالتفصيل اكتر المهم منه كيف ما تلاحظوا معي كتحسبي ثلاثة ديالغرزات هناك في هاد الغرزة الثالثة وهناك واحد اثنان ثلاثة كذلك ثلاثة ديالغرزات يعني في الغرزة الثالثة من الاسفل كتدخل البراء وكتطلعها في الغرزة الثالثة في الجهة العلوية بحالة كتخدمي يعني خاص يكون عندك نفس الغرزة اللي خدمتي فيها التحت هي اللي كتخدمي فيها الفوق وكنطلع الخيط بهذا الشكل دائما هنا الخيط كيكون على شكل حبكة ماشي غرزة لاحظوا معي مزيانة انا غادي نجر هنا الخيط اما هنا فكنديروا الخيط على شكل غرزة يعني كلوي والخيط الفوق موما انا كنحاول ان نبيل لكم الخيط هنا غادي نجيل هاد الغرزة الثالثة اللي هي الوسطة عني كيفما كنت لكم عندي خمسة ديالغرزات وغادي نجر الابرق بهذا الشكل والان هادا هو شكل ديال راندة سبولة وده بغادي نكمل عادي جدا كتخدمي الغرزة الرابعة ونضع الغرزة الخامسة بالنسبة للسيدات اللي ما شافوش الجزء السابق فغادي نخلي لكم الرابط دياله اسفل هاد الفيديو هادا في صندوق الوصف لاحظوا معي مزيان هنا غرزة أعلى التوب وده بغادي نرجع نعاود نطلع فق هذه الغرزة الأولى ديما الخيط يكون هنا تحت وغادي نرجع غادي نرجع نخدم من الغرزة الثانية والغرزة لاحظوا معي مزيان الغرزة الثالثة وده نكمله بشكل عادي جدا غرزة الرابعة والخامسة هنا احنا عوضنا جميع الغرز اللي بدينا بهم الخدمة وده بط ضربة دياله ندرنا على التوب كنرجع الخيط الأعلى باش نعاود نهبط الغرزة الأولى ثم الغرزة تحاولي انك تدير الخيط على شكل حبكة يعني الخيط غادي نديروه بهذا الشكل الدائري لاحظوا معي مزيان هذه الطريقة اللي كنخدمو بها الحبكة كيكون ديما الخيط دائري في هذا الاتجاه هناك تحسبي اما ثلاثة الغرزات او كتحسبي الغرزة مباشرة اللي من المورا هذه السبول اللولى اللي خدمتها وكتحاولي انك تطلع الإبرة كذلك في الغرزة الثالثة إلي حسبتي راية الثالثة ما حسبتيش راية اللي من الموراها من الأفضل انك تحسبي حسبوه يعني غرفة اللولى سافة هذه السبول اللولى كنحسبوه في هذك ثلاثة الغرازي ديونا من بعد سافة مكي لاش تحسبي كتبقي غير غادة متبع وحدة من المورا وحدة هنا دائما كنرجع نهبط الإبرة في هذيك الغرزة اللي في الوسط اللي هي الثالثة وكنجر الخيط عاد كنجر البراء لاحظوا معي مزيان كنجر الخيط باش نتبتو هذيك السبولة في بلاستها عاد كتجري البراء هي اللي خرق يعني الإبرة هي الأخيرة ودابا كنكملو بشكل عادي جدا الغرزة الرابعة ثم الغرزة الخامسة والآن غدا نخدم على التوب كنخلي الخيط في الاتجاه الفوق وكنجر الخيط الآن كنبدلو يعني دابا فش كتكوني غدا طالعة كتهبطي الخيط لتحت المهم نخدم نجوج ديالغرزات وغدا نرجع باش نكمل بشكل عادي جدا الغرزة الثالثة والرابعة ثم نقاد هنا المهم الغرزة الخامسة اللي هي آخر غرزة عندي ودابا الغرزة على التوب وغدا نرجع نهبط كالعادة باثنان جوج ديالغرز المهم من الغرزة الأولى والغرزة الثانية اثنان جوج ديالغرز كيفوف greatest الخيط هنا معلوم معي الدقام معها غقية نأخذ نج masse الثالثة جر الخيط اعادة جر البرا سافي هادي باختصار هي راندة سبولة راندة سهلة بزيف وده با تكمله بشكل عادي جدا الغرزة الرابعة متنسوش رقم الابرة هو خمسة والحرير استعملت الحرير ديال السابرة مبروم على ثلاثة ديال الشعرات من الافضل ثلاثة ديال الشعرات كليك يخدم على اما باش تخدمي على جوج كيكون شوية الخدمة كتكون متعيبة لاحظوا معايا مزيان انا هنا خدمت فقط هاد العدد ديال فراندة سبولة وغدا بغادي نبداو اللوايه ديالنا فنتابهوا معايا مزيان كيفاش غندخل اللوايه مع الراندة سبولة هنا كيفما كتلاحظوا معايا خدمت جوج ديال الغرز وده بغادي نطلع باش نخدم الغرزات الثالثة والرابعة ثم الغرزة الخامسة اللي هي الغرزة الاخيرة ما تنسوش ان تخدموا الحجم اللي بغيتو مهم هنا فاش كتبغيت بداي اللوايه ما تضرويش في التوب غير توصلي لهديك الغرزة الخامسة كتحبسي وترجعي فيها يعني سافي ما كتبقاش تخدمي على التوب هنا رجعت فيها يعني رجعت في هديك الغرزة الخامسة واخدمت الغرزة اللولة ديالي ودبا هادي هي الغرزة الثانية هنا في هاد البداية ماشي مشكيل ان احنا نزيده سبولة واحدة اخرى لاحظوا معايا مزيان غدي نزيدها علاش حيث احنا يالله بدينا اللوايه يعني يالله اول مرحلة فغتخدميها بشكل عادي جدا كتخدمي اما في الغرزة الثالثة او لهديك اللي منمورة اللي خدمتها سابقا هنا تجريت الخيط وكترجعي في هاد الغرزة الثالثة او اللي في الوسطة وكتجري لابرة ديالك وحاولي تزيري شوية الخدمة المهم هنا كتكملي الغرزة الرابعة ثم الغرزة الخامسة اللي هي الغرزة الاخيرة ده بكل عادة ما كتبقيش الضربة في التوب نهائيا وكترجعي اخر غرزة خدمتي فيها كترجعي فيها يعني هاد الغرزة الخامسة كنرجعو فيها هادي الغرزة الاولى ده بولات هادي الغرزة الاولى هادي الغرزة الثانية ثم نحاول نقلب على هاد الغرزة الثالثة ثالثة كتكون شوية احدا ذك الخيط اللي حبكنا به فكت يغبر لك واحد شوية مو مشي اشكال كتقلبه لها هنا الغرزة الثالثة والغرزة الرابعة ثم الغرزة الاخيرة اللي هي الغرزة الخامسة كالعادة ما كنخدموش على التوب نهائيا احنا ده باخدامين في اللوايا يعني ما خصناش نخدمو على التوب كتبقي غادة نيشان هادي الغرزة الخامسة هي كترجعي فيها فغدتديري الغرزة الاولى ثم الغرزة الثانية ثم الغرزة الثالثة هنا صافدة بسهالة الخدمة كتبقي غير غادة عادي غرزة غرزة هتتكملي العدد اللي بغيتي بالنسبة للوايا مو منا غا نعطيكم واحد العدد واحد العدد تقريبي وانتو ما حاولوا انكم تعتمدوا علي هنا كيف ما كتلاحظوا معايا خدمت خمسة دي الغرزات ومباشرة كنعود نرجع نخدم في هذه الغرزة الاخيرة اللي هي الخامسة ندرنا الغرزة الاولى وداب الغرزة الثانية والثالثة ثم الغرزة الرابعة والغرزة الخامسة هاتف من الغرزة الاولى و الغرزة التانية ثم الغرزة التالتة و الرابعة ثم الخامسة هناك هاتف تستمروا بشكل عادي جدا حتى تكملوا العدد اللي انتو ما بغيتوه يعني هتبقى يغادى بخمسة الغرازي حتى توصلي لهادك الشي اللي انت بغيتي مون بالنسبة لي انا كنفضل اما نخدم اللواية على تسعة الغرزات او عشرة دي الغرزات علاش في التسعود او في العشرة يلا كتبدا تبان هديك اللواية يلا كتبدا تبان اما لخدمتها على ثمانية ولا سبعة مون كتتلواش مزيان المون منك تحسبو الغرازي الفوق انا نوري ليكم دابا هنا من بعد ما كملت وصلت العدد اللي انا بغيت فغادي نوري ليكم كيفاش تحسبو وتوصلو العدد اللي بغيتو لاحظوا معايك نحسبو الفوق هنا يا واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وعشرة عشرة هي هدي مهم اما تحسبو الغرزات الفوق ولا تحسبو التحت على حساب انتي وش غتلوية الفوق ولا غتلوية التحت انا هنا في هاد الخدمة هدي بالضبط بغيت تلوي اللواية الفوق بغيت لاحظو معايا مزيان اللواية انتي حرة تقدري انك تطويها التحت او تطويها الفوق هادك شي كي اعتمد على الرغبة دية لكنتي خدمي كيف ما بغيت ولكن بالنسبة لي انا عش فضلت اناني نخدم اللواية الفوق على قبال تزيين طريقة اللي غادي نزيين بها هاد اللواية غتجيني انا من الافضل نخدمها الفوق اذا خدمتها الفوق ستجيني طريقة اسهل في التزيين ولكن تقدروا انكم تلويوها التحت فهنا عادي جدا كتحاولت عبري هادك المسافة تكون يعني متساوية مع هادك الغرازي اللي انتي اخدمت بهم سوى تسعة الغرزات سوى عشرة الغرزات اللي بغيتي وكتعاودي تبديت تراجعي فهدوك اللواية ذا بغن حاولوا الرجعون ونكملوا عادي ذا بب حلا ما عدناش اللواية تحاول انك تكمل الخدمة بشكل عادي فهنا عادي الغرزة اللولة في البدية ما كيبانوش لك مزيانة ذوك الغرازي حيث كتكون الخدمة مقلوبة ولكن غير ركزي معامرة هنا عندك جوج ذي الغرزات وهادي الغرزة الثالثة انشاء الله في الفيديو القادم هادي الغرزة الغرزة الرابعة الغرزة الخامسة اللي هي الأخيرة هنا هنا حاولي انك تعبري نفس المسافة اللي عندك الفوق يعني هذا الشي اللي خديتي الفوق لاحظوا معايا هذا الشي اللي درناه الفوق هو اللي غنديروه لتحت ما تشوفيش اللواية تشوفي هاد البلاسة فين غادت عدك بهاد الطريقة اما لاتبعتها ذيك اللواية غادت بعدي بزير هادك شي علاش مالافضل خودي نفس المسافة اللي عندك الفوق هي اللي تكون عندك التحت باش تعطي اللواية تعطي الحرية ديالها باش انها تتلقي يعني كيفاش الدور المهم هنا هاد الخيط سافي سيلا غاد نحيدو هنا ما قدرتش انني ندخلو نيشان في التوب كنت مضطرة ندير هادك الغرزة عاد ندخلو حتي عندي الواية المهم هنا غاد نركب الخيط كيف ما قدت ليكم مع ثلاثة ديال الشعرات ركبتو فوق من هادك اللي حيت هنا الغرزة الاولى والغرزة الثانية غدا بسافدة بالخدمة سهيلة غدا غير ترجعي تعوضي هادوك الغرز اللي كنتي خداما بهم الغرزة الثالثة المهم دبانا غادي ما غاديش نركز ليكم على هاد البديئ ها نركز ليكم على وقتاش نقدر نبدأ سبولة جديدة حيث غادي نبقى غادي سبولة لواية سبولة لواية سبولة لواية حتى تسكملي هنا ضربت هاد الضربة الاخيرة فتوب مهم غادي كيف ما لاحظتم معايا هنا كين اوحد هنا خدمت ربعة ديال الضربات في التوب وعطاتني غير ثلاثة ديال الضربات لتحت علش حيث تلويت اللواية الفوق كل لوية اللواية التحت كانت تعطينا ربعة لتحت ربعة لفوق ها مهم وعطينا ربعة الفوق وهنا كفاء ثلاثة ضربة تحت اعلى التوب ثلاثة لتحت وربعة لفوق سوف نقوم بإشكال سبولة مقاعدة وهي هذيك المهم اللي بغيت ما بغيتش تعطيها ربعة لفوق وثلاثة لتحت تلوي اللواية لتحت فاش تكوني هذيك اللوية دي اللواية هبطيها لتحت أنا كما قلت لكم طلعتها فوق غير على قبل تزيين دي اللواية غتجيني تزيين ديلا اسهل هناك العادة كترجعيك تخدمي في هذ المنتصف ديلا هذي الخمسة الغرزات اللي هو الغرزة الثالثة وده بك نخدمو علاق الغرزة الرابعة والغرزة الخامسة المهم كنظن أن راندت سبولة أصبحت واضحة جدا فغادي نتكملوها كيف ما بغيتو يعني كل وحدة تدير العدد اللي عجبها أنا هنا خدمت بستطل حبكات ولستطل سبولات ثم تقدروا تدير اللي عجبكم لاحظوا معي مزيان هنا جوج دي الغرزات وقد نطلع الغرزة الثالثة والغرزة الرابعة ثم الغرزة الخامسة هنا سرعت قليلا المهم هنا قد ضربة في التوب وقد رجعتها بطيء الغرزة الأولى والغرزة الثانية ثم كتلو الخيط على شكل حبكة هذي شكل دي الحبكة وقد رجع في هذي الغرزة اللي من موراها أو كتحس بالغرزة الثالثة كنطلعوا الإبرة في هذي المكان أرجع في هذي الغرزة الثالثة كنجروا الخيط هو اللي والعاد كنجروا الإبرة هنا غدي نكمل عدد دي الغرز الغرزة الرابعة ثم الغرزة الخامسة اللي هي الأخيرة وآخر غرزة هي ضربة على التوب المهم دابا غدي نزيد واحد شوية كيف ما لاحظتم معي هنا خدمت غير واحد شوية وغدي نوري لكم طريقة تزيين هنا أخذوا لون آخر من الأفضل يعني من الأفضل تخدموا جوج دي الألوان باش جيكم الخدمة زوينة المهم أن أخذت هذي اللون بطبيعة الحال نبروم على ثلاثة هذي الشعرات ولاحظوا معي مزيان فين غدي نتبت كنتبت الخيط ديالي فوق من هذي الغرزة هذي فوق من هذي الغرزة اللي على التوب هذي الغرزة اللي لاسق في التوب كندخل فيها الإبرغ وكنحاول أن ينتبت الخيط حيث احنا دبي الله غنبداوي يعني الله غنبت الخيط أول مرة ومن بعد كنتخدمي على هذوك الغرزة اللي انت درتي يعني مثلا كنت درتي اللوي على هذوك على عشرة ديالغرز كتخدمي فوق أول غرزة هذي أول غرزة عندي من هذوك العشرة ديالغرز أو التسعة الغرز اللي انت خدمتي بهم كنت ديري هنا غرزة عادية جدا غد نجر الخيطة وغد نحاول رجع في هذ الغرزة هذي لأنا يلا خدمتها وقد لوي جوج ديالغويات فقط اللي بغد تخدم بثلاثة ديالغويات ممكن انها تخدم بثلاثة ديالغويات ولكن في نظري انا من الافضل غير جوج باركة علاش حيث عندك اللواية مخدومة وخصك تخلي واحد المسافة في انتبان الاسفل ديالغويات فمن الافضل تخدمي غير على جوج باش تجيك هذا الدرس ديالغويات ويجيك قريب البعضياته و المنظر ديالغويات زوين المهم هنا عادي جدا بالنسبة للسيدات المبتدئات اللي اول مرة غادين يخدمو الدرس ديالغويات مالافضل يتم اخدموش الدرس ديالغويات فوق الخدمة خدموا على التوب دربو عليهم زيان على التوب عاد خدموه فوق من الخدمة باش يجيكم ساهل المهم هنا هو مهم وره سهل صراحة من أسهل الدروس كيفما لاحظتم معي كتلو الخيط جوج دي المرات وكترجعي أسفل هذيك الغرزة ولأسفل هذي الجوج دي الغرزات وكتجر الخيط والآن غد نبقى أناية غادة فوق كل غرزة كنخدم عليها يعني هذوك العشرة القرازي غد نبقى غادة تابعهم وحدة وحدة فلاحظي معي مزيان هنا غد نجر الخيط نجر هنا يا الخيط وغاد نرجع وغاد نرجع في هذ الغرزة هذي غاد نلوي جوج دي اللويات وغاد نجر الإبرة فهنا غر الخيط مرة مرة كي وحل غاد نحاول ندخل في هذ الغرزة هذي ههنا شوية مواضح يشتصوير مزيان ما كيبانش تبانش هذ الغرزة مزيان سيدات لي عرفوا الدرس دي الواحد عادي جدا هذا غير الدرس دي الواحد يعني مش شي حاجة لي جديدة او شي حاجة لي غريبة المهم غير السيدات لي مبتدئات ما الأفضل أنهم يرجعوا للدرس دي الواحد يعني فيديو خاص بالدرس دي الواحد كين عندي واحد في القناة خاص بالدرس دي الواحد اترجعوا لي ادربوا لي خدموا الدرس دي الواحد فقط على التوب حيث الدرس ماشي غتحتاجوا لي غرف هذ الخدمة غتحتاجوا لي في بزاف دي الخدمات اي درس تقريبا كنديرو في هذ درس دي الواحد وكينو حد درس حيث هوايك يشبه لي تاوت قدروا تعلموا لي واللي بغاد تخدم به كتعويض هذا تقدر انها تخدم به مهم بانتلي انا هالطريقة هي انسب طريقة باش نقدر نزين هذ راندة الوايق الى بانتليكم طريقة وحدة اخرى اللي تقدروا انكم تزينوا بها هذ راندة الوايق ممكن انكم تستعملوها وبطبيعة الحال كلها وحدة دي الحاجة اللي عجباتها انا فقط غير عطيتكم اقتراحات يعني هذ اقتراح هذا هو مجرد اقتراح يعني تقدري تديري بيه تقدري ما تديريش بيه المهم هذي الخدمة عادي جدا كتخدمي هذي كل اللواي ديالك وكتبقى يخدمه في الدرس دي الواحد في النهاية في النهاية ديال هذ درس ديال الواحد لاحظوا معايا مزيان فن غادي نهبط البراح حاولوا تشوفوا معايا مزيان كترجعي في هذ الغرزة اللي على التوب وغادي نجر البراح غير باش نتبت هذ الدرس ديال الواحد ديالي يتبت مزيان هنا تقدري انك تدخلي نيشان تحت ملتوب وتطلعي في الجهة الاخرى اللي غدا تبدي فيها عاو تاني الدرس ديال الواحد او تقدري انك تهبطي غير عادي تديري هذ الهبطة هذي هذ الغرزة وتمشي دابا غادي نهبط هنائي نيشان لاحظوا معايا هنا من المفترض انه كينا لواية واحد اخرى اللي غدا تبدي عاو تاني تخدميها المهم كنتمنى ان هذ الفيديويني الاعجاب ديالكم وكيف ما وعدتكم في الفيديو السابق انني غدا نوضع مجموعة ديالفيديوهات كاملين فيهم راندة تسبولة ولكن بطرق مختلفة في الفيديو السابق خدمت فيه فقط راندة تسبولة على ثلاثة ديالغرزات كانت يعني غير البداية بغيت نبدأ بعدها براندة تسبولة هي الا ولا نشرحها كاملة عاد من بعد نبقى كل مرة نضيف ليها اضافة هنا ما تنسوش تقدروا انكم تديروا العقيقة في هذ البلاسة اللي فارغة هنائي اللي عندكم في البداية ديالسبولة تقدروا تديروا عقيقة متهلا ولا شي حاجة اخرى ما تقدروا تديروا ذلك الشي اللي يعجبكم لص اوتماية غير باشي اعطيكم منظر زوين ويضيف ليها جمالية اكتر المهم كنتمنى ان هذا فيديونا الاعجاب ديالكم وشكرا لكم كاملين شكرا للدعم ديالكم وشكرا للتعالق ديالكم زوينين ومشاهدة ممتعة